يستعنف لعب فارق الرجاء الريادي تداربه اليوم الاثنين السادس عشر من أكتوبر عفين وثلاثة وعشرون بعد أن يستفد من راحة يقبل مواجهة الودية التي لعبها أمام ناخذة زمامرة ومن المرتقب أن يخوض الفارق الأخضر مباريات ودية أخرى بطلب من المدرب الألماني زينباور الذي يسعى لإبقاء اللاعبين في أجواء تنافسية قبل استئناف الضور الاحترافي ويتجه الفارق الأخضر لإجراء مبارتين ودية أمام كل من الشباب الريادي السالمي والتحاد طنجة خلال الأسبوع الجاري ويحتل الرجاء الريادي المركز الثالث في تطريب دوري احترافي براسي 12 نقطة من أصل ثلاث انتصارات ومثلها من التعادلات وذلك بعد مرور ست جولات من عمر المسابقة موعد مباراة فريق الرجاء الريادي ضد فريق نهدت أو عفوا شباب السوالم الأربعة القادم في تاني مواجهة ودية بعد الأولى التي خاضها أمام نهدت زمامرة وتنتظر إدارة الرجاء الريادي الحصول على موفقة مسؤولين عن ملعب العبدي بالجديدة لإجراء المباراة يشار أن العصبة قررت تأجيل استئناف منافسة المطول الاحترافية القسم أول إنو حتى أيام 27 وال28 وال29 من شهر أكتوبر الجاري بهدف إعادة تهيئة العشب الطبيعي في العديد من الملعب الريادية وسنوافقكم إن شاء الله بآخر أخبار فريق الرجاء الريادي البيضاوي وأيضا موعد مباراة الرجاء ضد فريق اقتحاد طنجة الودية إذن كان كل هذا يتعلق بفريق الرجاء الريادي البيضاوي ومبارايته الودية حتى تستأنف البطولة الوطنية الاحترافية إن شاء الله قبل أن تذهب أخي المشاهد أخت المشاهدة صلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى اللقاء